السلام عليكم اخواني ومرحبا بكم في قناتكم شاهد الحدث شاهد المشاركات المغربية ليوم الثلاثة تلاثون يوليوز لنشاهد التفاصيل قبل الدخول في التفاصيل اخواني الكرام المرجو ان لا تبخلوا علي بلايك واشتراك وتفعيل الجرس في الملاكم ويداد برطال تتنافس في دورة 16 لوزن 54 كيلوغرام اينات في ارينا بارزة مع الساعة الثانية والنصف زوالا وفي الدراجات اشرف الضغم يشارك في نهاية سباق فرطي رجال مع الساعة الواحدة والنصف زوالا وفي كرة القدم المنتخب المغربي يواجه العراق في ملعب غوفريك شارب سانت ايتيان مع الساعة الرابعة مساء وفي السباحة الياس الفلاكي في اقتائيات 400 متر سباحة حرة رجال ببارز لادي فونس ارينا مع الساعة العاشرة صباحا والمسابقة النهائية مع السابعة والنصف مساء والكرة الطائرة الشاطئية المغرب بيشا والكراوي ضد البرازيل في الجولة الاولى من دور المجموعات بملعب برج الفلا مع الساعة الخامسة مساء اشتركوا في القناة